وزيرة البيئة والتنمية المستدامة التي تضم عدة مشاريع تنشط في مجال البيئة اطلعت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليا كامرا على سير العمل داخل الإدارات بدءا ببرنامج التسيير المتكامل للنظام البيئي من أجل تنمية بشرية مستديمة في موريتانيا والمنفذ من طرف المنظمة العالمية للأغذية والزراعة للفاو والممول من قبل صندوق البيئة العالمي حيث قدم المنسق العام للمشروع ماما دو جوب عرضا عن المشروع وأهميته في مكافحة التصحر والمراحل التي بلغها تنفيذه مؤكدا تدخل المشروع في منطقة العطف بولاية غورغل ومذلث الأمل بولاية العصابة وغورغل والسور الأخضر الكبير بالبراكنا وقيامه بعمليات التشجير وإنشاء المحميات لجنة إبرامي صفقات العمومية بالوزارة كانت المحطة الثانية من زيارة الوزيرة هنا يقدم رئيس اللجنة دحيد للقاسم تفاصيل عمل اللجنة ومهامها والنصوص المنظمة لعملها في لوحة متكاملة عن مستوى تقدم إبرامي الصفقات العمومية منذ استحداث اللجنة في العام 2021 إضافة إلى المخطط السنوي لسنة الجديدة 2023 مع التذكير بالنواقص والثغرات التي تعيق إبرامي الصفقات العمومية وكانت بعض الإدارات الأخرى محطات متتالية لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة أعطتها صورة عن واقع هذه الإدارات ومدى جاهزيتها لتنفيذ استراتيجية الوزارة وتقريب الإدارة من المواطن تطبيقا لتوجيهات الحكومة